اشتركوا في القناة فاحنا عايزين ان احنا تبقى المقالة بتاعتنا متوفقة مع حاجة اسمها سيو يعني ايه سيو؟ يعني ان المقالة بتاعتك تكون متوفقة مع محركات بحث جوجل فتبتدي انها تظهر في اول صفحة من صفحات محرك البحث بتاعك طيب اول حاجة لازم ان انا اشوفها ابتدي ان انا اجيب وراء وقلم واكتب العناوين الرئيسية بتاعتي كلها مرة واحدة ابتدي ان انا ابحث في جوجل علشان استخرج الافكار اللي ممكن ان انا عايزة اكتب عنها الموضوع ده ابتدي مثلا انا عايزة اكتب موضوع عن ازاي ان انا اجهز المدونة بتاعتي عشان تتقابل في اديسنس فهبتدي ان انا اعمل ايه افتح جوجل عادي خالص وهاجي هنا واكتب اشهر الكلمات عندي هقوله تجهيز الموقع للقبول في اديسنس وابتدي ان انا انزل تحت خالص بالشكل ده هاجي هنا بيقولك عمليات البحث ذات صلة يبقى من هنا باخد الافكار الرئيسية بتاعت العناوين بتاعتي كيف اعرف ان حساب اديسنس مش عارف ايه مفاعل وهكذا بيبتدي ان هو يعرض لك العناوين اللي هي ظهرة عنده في اديسنس بتاخد المراكز الاولى يبقى دي بيحط لك افكار كده للكلمات الرئيسية تاني حاجة بالنسبالي وتعتبر من اهم الحاجات ان انا ابتدي ان انا اشوف المواقع اللي بتبين لي الكلمات المفتحية في عندي حاجة اسمها كلمات مفتحية بتستخدمها محركات البحث عشان توصل للمقالة بتاعتك او للفيديو بتاعك طيب ايه هي اشهر المواقع دي اشهر المواقع دي موقع اسمه kw finder وفي ubr suggest وفي google keywords طبعا ده اهم مواقع من المواقع وده اللي بيوفره اللي هو الحساب الاعلاني بتاع google adwords طيب انت علشان تعمل حاجة زي كده او عشان تشترك في google adwords بتبتدي ان انت تخش على الايميل بتاعك عادي خالص وبنيجي على google باجي على google ماشي واكتب له حاجة اسمها google adwords google adwords تمام بيبتدي بيقولك ان ده حساب اعلانات من google طبعا انت اول ما بتفتحه بيفتحولك بيعملهولك بالايميل اللي انت داخل بي يعني انا هاجي هنا انا لسه ما سجلتش هقوله بدء الان لو سجلت اقوله تسجيل دخول طب هقوله البدء الان بيبتدي ان هو بيقولك هل الحساب ده حساب اعلاني تمام واقوله انا عايز حساب اعلاني على google اهو بيبتدي انشألك الحساب بتاعك بالشكل ده انشألي اهو الحساب بتاعي طيب هقوله تمام ماشي طبعا هنا اسم الويب سايت بتاعك او انت طبعا عشان تعمل حساب اعلاني لازم يقيم ما يكون عندك تشانل يقيم ما يكون عندك ويب سايت عايز تعلن عنه على اساس ان انت بتكتب فين يعني المقالة دي ما هو اكيد في المدونة بتاعتك هنا بحط الورل بتاع المدونة بتاعتي او الورل بتاع القناة بتاعتي اللي انا عايز اعمل عليه الحساب الاعلاني بتاعي طيب هرجع للحساب الاعلاني بتاع جوجل ادورد بالخاص بي الاساسي عندي وابتدي ان انا اشوف عليه ازاي ان انا اشوف الكلمات المفتاحية باجي هنا بعد ما افتح جوجل ادورد هلاقي حاجة اسمها مخطط الكلمات الرئيسية اضغط عليها بالشكل ده تمام اضغط عليها بالشكل ده واقول له اكتشاف الكلمات الرئيسية الجديدة واكتب له اي حاجة خاصة بالعنوان طب انا عايز اكتب عنوان عن قبول المدونة في ادسنس ابتدي اكتب له كلمة ادسنس تمام واعمل بحس اقول له الحصول على النتائج فبيبتدي يظهر لي الكلمات المفتاحية اللي انا لازم اكتبها في المقالة بتاعتي او في العنوان بتاعتي اهي جوجل ادسنس وبيقولك ان متوسط البحث عنها في الشهر من 10.000 ل 100.000 ماشي لازم المنافسة تكون ضعيفة علشان تقدر ان انت تاخد منها ربح لازم المنافسة بتاعت الكلمات الرئيسية اللي انت تستعملها تكون المنافسة ضعيفة علشان الناس تخش على المقالة بتاعتك بسهولة تمام طيب ارجع على اشوف انا لازم يتوفر عندي ايه تاني غير الكلمات المفتاحية يباكلها طيب ابتدي بقى ان انا اكتب المقالة بتاعتي اهم حاجة في المقالة بتاعتي لازم ان انا اراعيها ان العنوان الرئيسي مايتعداش 60 حرف المقالة بتاعتي يكون فيها عنوين رئيسية وده لازم تكون بخط H1 اللي هو هيدر 1 والعنوين الفراعية بH2 او H3 طيب لازم يكون فيه حاجة اسمها سلج ولازم يكون فيه اللي هي الكلمات البديلة للصورة وده هعرفها لك ايه بالتطبيق العملي دلوقتي حالا طيب هبتدي ان انا افتح الموقع بتاعي على الورد بريس ماشي وفيه حاجة طبعا اسمها الميتا ديسكريبشن ماشي الميتا ديسكريبشن ده تعريف للمقالة بتاعتك او نبزة كده عن المقالة بتاعتك هفتح الورد بريس بتاعي عادي خالص وهاجي هنا انا عايزة احرر مقالة جديدة عايزة احرر مقالة جديدة قلني اهم حاجة في الاضافات بتاعتي علشان اكتب مقالة متوافقة مع السيو او انها تظهر عندي في الصفحات الاولى من مقركات البحث ان انا لازم انزل حاجة في الاضافات ماشي اجي هنا على الاضافات وابتدي ان انا افتح الاضافات بتاعتي تمام من اهم الاضافات طبعا انا بنزلها حاجة اسمها اليوستي سيو اليوستي سيو اهي هباريك برضو اسمها علشان تبتدي انك تنزلها اليوستي سيو اهي ماشي تكتبها في الاضافات بتاعتك وديبتدي تعملها تنزيل ممكن ترجع للدرس بتاعها ازاي ان انت تعمل الاضافات في الورد بلس تسطب الاضافات في الورد بلس عشان تنزلها طيب انا نزلت حاجة اسمها اليوستسيو ابتدي ان انا اكتب المقالة بتاعتي طيب انا جهزت المقالة بتاعتي اهي على الورد ابتدت ان انا كتبتها على الورد اهي ابتدت ان انا كتبت المقالة بتاعتي وحددت العنوان بتاعي وحددت العنوان الفراية بتاعتي عايز بقى اكتب المقالة ده على الورد بريس بتاعي هاجي هنا واخد العنوان اللي انا اخترته للمقالة بتاعتي تكهيز الموقع للقبل في جوجل ادسنس وابتدي اقول له تمام انسخه بالشكل ده واجي على المقالة بتاعتي واضيف مقالة جديدة ماشي اهي هتدي ان انا اضيف العنوان بتاعها عشان اضيف العنوان لازم يبقى اول سطر عندك في المقالة بيحتوي عنوان المقالة بتاعتك تمام وابتدي طبعا ان انا انقلها كده ماشي ممكن ان انا اختارها هنا بقى دي اهم حاجة انا دي مش فقرة دي انا عايزاي هدر وان باجي من هنا بصوا كده بختار ترويسة واحد اللي هي اتش واحد هدر وان تمام يبقى هو كده عارف ان ده عنوان من العنوين الرئيسية بتاعتي اختار لون النص بتاعي من هنا اهو تمام وانزل تحت هنا هلاقي ان الاضافة ظهر معايا وبقول له يستي سيو وبيبتدي ان هو بيقول لك السيو اكتب عبارة العبارة الرئيسية المفتاحية اضغط هنا وابتدي ان انا اكتب العبارة الرئيسية بتاعتي باجي بالشكل ده وانزل بيقول لي حاجة اسمها الاسم اللطيف او الاسلاج الاسلاج ده ايه اللي هو محركات البحثة تبتدي تشوف انت في ايه من الكلمات المفتاحية اللي انت حضطها في العبارة بتاعتك وبتشيلها عندها بمجرد ما حد بيكتب اي جملة او كلمة من الكلمات المفتاحية ده بيجري يظهر المقالة بتاعتك ببتدي ان انا اكتب الاسم اللطيف بتاعي واقول له مثلا ان هي كنترول في وليكن ان ده اسم اولي واقول له تحليل سيو ده من اهم الحاجات تحليل سيو عشان ابتدي اشوف انا احط ايه تاني في العبارات بتاعتي هنا اول حاجة بيقول لك ايه اضف متراضفات طيب ارجع على المقالة اللي انا كتبها على الورد اخدها بالشكل ده كنترول سي وابتدي هنا على المقالة بتاعتي اطلع واقول له هنا كنترول في تمام طب انا عايز اعمل ما هو الورد بريتس ده اعمله قلنا ان انا لازم احط عنوين فرعية يبقى اجي هنا واقول له هدر تو اللي هي ترويسة اتنين وايجي على مثلا دهو اقول له دي برضو هدر تو عشان يبتدي يحددلي ان انا كده حطة عنوين فرعية طبعا بقى انت زي ما انت عايز اغير اللون بتاعها زي ما انت عايز اهي عشان تزبط منها وابتدي ان انا انزل تحت اشوف انا نقصني ايه ماشي بيقول لي انت لسه كده ما عملتش حاجة اضف روابط او العبارة رئيسية في المقدمة الخاصة بك او مدردفاتها لا تظهر في الفقرة الاولى يبقى لازم تظهر عندي العبارة رئيسية دي لازم تبقى موجودة في الفقرة الاولى ماشي يبقى انا هاجي هنا ارجع هنا على النص بادم هي مش ظهرة معانا اهي ظهرت اهي عندي هبتدي ان انا اخليها بولد زي بقيت الخط كده تمام يبقى انا كده خلاص حطتها في ايه حطت العبارة الرئيسية حطتها فوق حطت العبارة الرئيسية فوق تمام هنزل هنا لازم ان انا اخط طبعا صورة عشان ايه اغزي المقالة بتاعتي يبقى اجي احط مثلا صورة اكتب له اه اي حاجة بقى موضوعات تهمك مثلا هاجي هنا اضف الوسائط من هنا احط ملفات الصور بتحط من هنا بضغط عليها بالشكل ده وهاجي اقول لهم مثلا موضوعات تهمك ماشي لو انت ملاحظ ان فيه عندك حاجة اسمها النص البديل النص البديل ده اللي هو الالت ايميج ده لازم ان انا اخده كده وحط فيه نفس عنوان المقالة احط فيه نفس عنوان المقالة تمام وابتدي ان انا خلاص كده حددت تمام مش عايزة احط صور تانية اقول له اضف اضف ملف الوسائط المقالة راح جاي درجها لي اهوف المقالة وابتدي هنا انزل طب انا لازم اعمل حاجة بقى مهمة جدا ارجع تاني اشوف ايه تاقيه اللي نقصني بقى انا دلوقتي عملت العنوان ما يتعداش ستين حرف عملت اتش وان و اتش تو و اتش سري لاج بتاعي عملت الالت ايميج طب عندي حاجة اسمها الميتا ديسكريبشن لازم احدد الميتا ديسكريبشن انا وضع برعا وصف للمقالة بتاعتي بنزل هنا ماشي واشوف كلمة الميتا اهي بيانات الميتا دي الكلمات المعبرة او الوصف او الوصفة للمقالة بتاعتك يعني انا هنا ذاكرة ايه ذاكرة طبعا كلمة اديسنس تمام بفصل ما بينهم بشرطة وذاكرة مثلا كلمة ايه مدونة واحط مثلا wordpress ماشي عن طريق الكلمات المفتاحية ده هو بتبتدي محركات جوجل تلاقي المقالة بتاعتي وابتدي ننزل اشوف هو عايز مني ايه تاني عايز روابط يعني ايه روابط خارجية بقى وروابط داخلية ماشي هاجي هنا على اشوف برضو ايه اللي نقصني ارجع على الفيديو بتاعي هلاقي ان انا ايه اللي عندي تاني لازم ان المقالة بتاعتي ما يكونش فيها اي خطر املاي او نحوي في المقالة بتاعتي ولازم ان انا احط مراضفات كتيرة للكلمة الرئيسية عن الكلمة الرئيسية بتاعتي تجهيز الموقع ممكن اقول تهيئة الموقع ممكن اقول تهيئة المدونة بتاعتي احط الصور ما يكونش عليها حقوق ملكية او صور انا اللي اكون مصممها مثلا عن الفيوتوشوب عندي ثلاث مواقع للصور اللي هي ما لهاش حقوق ملكية ودي تقدر ان ان انت آآ هكتب لك اللينك بتاع المواقع ده هي. آآ من اهم المواقع دي طبعا آآ موقع بيكسلز او آآ طبعا انا شرحتهم قبل كده ممكن ان انت تشوفهم تاني. اهي مثلا حاجة زي موقع ده. هاجي هنا اكتب الكلمة اللي انا عايز اتدور عليها ولتكن جوجل مسلا. عام? ابتدى ان هو اطلع لي الصور الخاصة بجوجل بالشكل ده. ماشي. الصور دي كلها من غير حقوق طبع ولا حقوق آآ يعني دي هما ما اديها لك عشان تقدر تستعملها. باجي هنا واقول له دون لوت فري. اختار طبعا المقاس بتاعها اسمول او ميديم او لرج. آآ ابتدي ان انا انزل الصور اللي انا عايزها. يبقى الصور دي قادر ان انا استعملها. او ان انا استعمل اي صورة من الصور اللي انا اكون بصممها. ارجع للمقالة بتاعتي بالشكل ده. يبقى انا اختار اعمالت حطية الصورة اللي فيها موضوعات تهمك. لازم اراعي علشان المقالة بتاعتي تظهر على طول ان انا لازم اضمن مقاطع فيديو سواء من اليوتيوب سواء من الشانل بتاعتك او اي شانل تانية. آآ لازم ان انا احط حاجة اسمها لينكات خارجية او داخلية وداخلية. طيب يعني ايه? يعني انا بحط روابط لمقال تاني يكون موجودة عندي في نفس المدونة بتاعتي او لمقالات خارجية تكون مرتبطة بالمقالة بتاعتي. تمام? طب اعمل حاجة زي كده ازاي? هرجع على المقالة بتاعتي بالشكل ده. وابتدي ان انا اطلع على المدونة بتاعتي. تمام? ادور على موضوع عايز ان انا احطه مثلا في موضوعات تهمك. هدور على موضوع من المواضيع. تمام? هحط حاجة زي كده. ابتدي ان انا اختار العنوان بتاعه. كنترول سي وارجع على المقالة بتاعتي. وابتدي ان انا انزل. عايز احطه. عايز اعمله دوت رابط داخلي مثلا لمقالة موجودة في المدونة بتاعتي. اعلم عليه بالشكل ده. واجي هنا. اطلع على العنوان بتاع المقالة اللي هو اللي بتاع له المقالة. واقول له كنترول سي. اخده. انسخه. واجي هنا على العلامة دي. اضغط ادراج رابط. ادراج رابط. تمام? وقوم جاية كنترول في. ابتدي ان انا احطها. الزقها بالشكل ده. تمام? انتر يبقى انا اضفت هنا رابط داخلي موجود. موجود في قلب المدونة بتاعتي. طب عايز اضيف رابط خارجية اعمل ايه? حاجة مثلا لو عايز اضيف اقول مثلا آآ آآ نزور جوجل. اي بقى موقع. بص احنا انا نحط بس رابط اي موقع عشان تتعلم ازاي ان انت تحط رابط موقع. جوجل. هبتدي ان انا اعلم عليه اهو بالشكل ده. عايز احط الرابط بتاع جوجل. هاجي على جوجل. واخد ال URL بتاعه كنترول سي. وارجع تاني على المقالة بتاعتي. واقول له ادراج رابط. طبعا انت هنا بقى بتضيف روابط لمقالات تانية من اي مدونة تانية سواء اجنبية سواء عربية. تكون مرتبطة بالاي بالمقال بتاعك. كنترول في. يبقى انا كده ضفت رابط داخلي وضفت رابط خارجي. تمام? طيب. بيقول لك تقدر كمان تضيف فيديو. طب انا عاملة هنا فيديو على الشانل بتاعي خاصة بتجهيز الموقع للتسجيل في ازايسنس. باجي هنا فوق. وابتدي ان انا اخد اللينك بتاعها بتاع الفيديو بتاعي كده. كنترول سي انسخه. وارجع على المقالة بتاعتي. عايزة ان انا اضيف الفيديو ده وتعمل ايه? باجي هنا. اضف ملف وصائط. واختار ادرج من رابط. ادرج من رابط. واجي هنا. امسح ده واقول له كنترول في. تمام? ابتدى ان هو اظهر لي اهول فيديو بتاعي. بقول له ايه? ادراج في المقالة. ادراج في المقالة. ايه ادراج في المقالة. ضغطت عليها. راح جايي. حاطتلي الفيديو بتاعي في المقالة. تمام? طيب. ابتدى ان انا اضيف بقية النص بتاعي. اضيف انا بقى بسرعة عشان ما زودش الفيديو بتاعك. وابتدى ان انا ارجع لك تاني. هنا اضفت بقية المقالة بتاعتي اللي انا كتبها على الورد اهي. اضفت الرابط بتاعتي زي ما انا عايزة. كملت المقالة بتاعتي واضفت صور كمان. واضفت طبعا ايه الفيديو اللي احنا حطينه. وابتدى ان انا انزل تحت اشوف. السيو بتاعي شكله بقى اعمل ازاي? هلاقي السيو بتاعي اهو العلامة بتاعته بقيت لونها اخضر. ماشي? واجي هنا على المعاينة بتاعتي. بيقول لي ان الاسم اللطيف انت كتبه اهو طبعا طبعا مزبوط وبيانات الميتا زبطناها. باجي انزل على تحليل السيو. ماشي? بيظهر عندي ان الارتباطات الخارجية مزبوطة والارتباطات الخارجية والعبارة المفتاحية وهكذا. بيديك التعليمات كلها. باطلع على المقالة بتاعتي بالشكل ده. واشوف هنا السيو بيقول لك جيد. اول ما يظهر اللون اللي اخدر ده. يبقى انت كده خلاص السيو بتاع المقالة بتاعك جيد. والمقالة بتاعتك دي هتظهر في اول صفحة من صفحات البحث بتاع جوجل. تمام? بضغط بضغط تحديث من هنا. وارجع على الجوجل اكتب عنوان المقالة بتاعتي عشان اشوف هل الحاجات دي كلها اصطرت معايا. ماشي? والمقالة بتاعتي ظهرت في اول صفحة من محرك البحث جوجل ولا لا? اهي كنترول سي. هاجي على جوجل. وابتدي ان انا اضغط كنترول في اهي. وابحث عنها. انزل على المقالات. هلاقي اهي المقالة بتاعتي ظهرة اهي. على محرك بحث جوجل. بضغط عليها بالشكل ده. تمام? بتظهر المقالة بتاعتي اهي اللي احنا كتبينها. ظهرت اهي كلها. تمام? يبقى انا كده عملت مقالة متفقة مع السيو بتاعي. قدرت ان انا اظهرها في محرك البحث جوجل في اول صفحة. يارب تكونوا استفدتم من الدرس. ما تنساش تعمل شير ولايك وسبسكرايب للقناة. عشان تقدر تستفيد من الدروس بتاعتنا. اه اشوفك في المرة جاية اي سؤال ممكن تكتبولي في التعليقات وانا برض على كل الاسئلة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.